تعاني العديد من المقابر في عمان من غياب رقابة والاهتمام الكافي بها الأمر الذي جعلها مقرا لتجمع النفايات وعرض للخراب بكافة أشكاله ويشكو سكان مجاورون للمقابر من عدم اهتمام الجهات المعنية بمستمى النظافة في تلك المقابر نتابع مخلفات وأوساخ وجدت ضلتها على قبور الموتى في العديد من المقابر المتوجدة في العاصمة لم تردع حرمتها من إلحاق الأضرار بها والاعتداء عليها وخاصة أن بعضها يتوسط الأحياء والتجمعات السكنية اللي بيجي بدفن ميت برمي كاسات المية برمية خلينا نحكي الاشوالات اللي بيعمل فيهم القبر تنترك محلها فهي مشكلة احنا بتعب نعاني منها عبارة عن مجمع للنفايات مجمع للشباب اللي عطينا العمل عن طلاب المدارس اللي بفعلوا من المدارس بتجمعوا هون مكبز بالا مدخل المقبرة كامل هذا عبارة عن مكب كامل كل الحرب يكبوا فيه غياب الرقابة عن المقابر وتلاشي مظاهر الاهتمام بنظافتها جعلها مقر للنفايات المستقرة بين القبور التي أصبحت مرتعان لأشكال الخراب كافة والتجاوزات التي يرتكب معظمها في ساعات الليل المتأخرة الأمر الذي يؤرخ السكان المجاورين لها دائما دائما فيها صوت إهمال فزيع فيها يعني ما بيديروا بالهم عليها كتير ومس ما بقدر أحكي دائما فيها أولاد فيها كلاب المقبرة بحاجة لعادة أمور في شغلات كثيرة يعني بحاجة لمتابعة بحاجة لرعاية بحاجة لأهتمام لأنه أولا وأخيرا هم أقرباء لأينا تكدس القبور بشكل عشبئي ونمو الأحراش والأشعر وتجمع القذورات داخل المقابر جعل من تجديد الرقابة عليها واتخاذ إجراءات ناظمة لها أمرا ضروريا لحماية المقابر من أيدي العابثين بها المنتهكين لحرمة الأموات فيها ريف برهمة المملكة عمان ومعنا المدير التنفيذي للبيئة في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الطيسي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير إليك ولجميع الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا فيك يعني تابعنا بهذا التقرير وبالصور صراحة تقرير محزن لأنه الصور والمشاهد اللي شفناها محزنة جدا شو أسباب تردي الأوضاع بهذا الشكل بالمقابر يمكن أن تنتبهت إلى التقرير التقرير يحكي أنه هو عبث أكثر من أنه يكون بيئي يعني الواضح بالتقرير هو عبارة عن عبث يعني المجاورين السؤال يطرح نفسه هون من أين أتت هذه الملاحظات أو النفايات يجي من المجاورين وبالتالي هي يعني عمرية لازم يكون في تعاون ما بين المواطنين وكرامة المقابر نحن نحافظ على كرامة المقابر نحن كأمانة عمان شهريا لازم يكون في عنا برنامج نعمل حملات على المقابر ونعمل حملات نظافة من خلال دارة تربيا وبالتالي يعني إحنا هذا هدف عنا أنه دائما تكون المقابر نظيفة وبالصورة باهية ونحافظ عليها كل إمتى بيكون في جولات للتنظيف بالمقابر يعني هي المقابر يعني زي ما إحنا عنا جولات يومية لكل الشوارع والمناطق بعمان ما فيها نفسها الجولات يعني بترتيب معين بجداول معين أن يكون فيه اهتمام فيها بشكل يومي المقابر يعني اسمهي لأحكي لك في عمان 140 مقبرة تمام 140 مقبرة منها 135 مقبرة إسلامية وخمس مقابر مسيحية تمام المي واربين المقبرة عليهم برنامج عمل على 22 منطقة يعني ضمن كل اختصاص منطقة يوجد مقبرة أو مقبرة 2 أو 3 هاي المقابر هي ضمن خطة قسم البيئة في أمالة عمان بأنه يعمل حملات بيئية على هاي المقابر تمام حسب ما أثناء الجولة شو بصير أثناء الجولة من الملاحظات على طول الشباب بتصرفوا برفع هاي الملاحظات يعني كل أسبوع أو أسبوعين فقط بتم تنظيفهم؟ حملات ما في عامل نظافة موجود فيما إحنا يعني عملية حملات طب ليه ما يكون فيه عمال نظافة أو مثلا عامل نظافة اللي بيكون بهاي المنطقة عمال نظافة اللي بيكون بهاي المنطقة هذا من ضمن عمل يومي بالمقبرة نعم عدا عن هيك كمان يعني يمكن فيه بعض المقابر مغلقة يعني عن طريق الحاكم الإداري ممكن يكون فيه بعض المقابر تكون مغلقة لا يمكن أن تدفن فيها ما فيها ساعة وبالتالي بصير فيه تجاوزات وفيه ناس كمان تتيجي بتحفر وبتدفن فيها نعم بس إحنا يعني لازم يكون فيه يعني فيه حل هلأ أنا معك أنه يعني أكيد الخلل أيضا من المواطنين المجاورين زي ما حضرتك تحدثت وزي ما كمان تبعنا بالتقرير ولكن لازم نلاقي حل لهذا الموضوع لأنه موضوع محزن يعني الأشخاص ما بروحوا بزوروا أقاربهم بالمقابر وبشوف يعني الواحق يعني هم بروحوا أساسا متدمرين أو أساسا حزيزين بشوفوا هذا المنظر مؤذي جدا ستروهزي يعني أنت لو عملت هلأ جورة بمقابر أمان إحنا كلها معظمها عاملين عليها حملاته نظيفة بيئيا نظيفة لكن اللي بصير أنه إحنا المواطنين مش متعاونين بتنظفه اليوم ثاني يوم بتلاقي نفس الملاحظة طب لما نعمل مخالفات؟ لما نعمل غرامات؟ تعرفين بين أنت شخص الذي أدى لهذه المخالفة؟ صعب يعني واحد برميكيس من خلف الجدار المقبرة كيف أعرف مين هو هذا؟ كيف أعلم له مخالف؟ بديك تعمل كاميرات على كل طيب ليه ما يكون في كاميرات؟ يعني هي سمحيلي أكثر شيء ملازم إلى وزارة الأوقاف مش الأمانة عمان يعني المادة أربية من قانون البلديات بيحكي أنه البنت 18 هي ملازم إلى يلزم تلزم وزارة الأوقاف بإنشاء المقابر وضبطها يعني الموضوع عند وزارة الأوقاف أو عندكم؟ هو ضبط المقابر عن طريق وزارة الأوقاف نحن بيئيا نظافة ديمومة عندنا يعني إذا في حد يركب كاميرات فهي وزارة الأوقاف؟ طبعا يعني أمانة عمان معنية بيئيا فيها حملات نظافة زراعة تنظيف يعني هاي نحن من أساسيات العمل نعم بس إحنا إذا نحط كاميرات نحن منحطهم عشان نتابع المخالفين فهذا الموضوع رجع للأمان لأن المخالفين إذا دفعوا المخالفين إذا تروح للأمانة يبقى الأمانة أمانة لما يصير في نظام جديد طبعا لم يكون في تعاون بين وزارة الأوقاف وبينكم يعني لحل هاي المشكلة؟ في تعاون يعني إحنا منحكي هم يأمنوا بأمنوا بعض الحراسة بعض المقابر هي مبدأ مبدأ سلوك سلوك يعني من قبل أفراد غير مسؤولين أحيانا بدخلوا على المقابر بصير فيها عبث ناس مجاورين يمكن يكونوا مش لا أنا فهم عليك إحنا ما عم نحكي أنه ما في تقصير ولا سلوك سيء من قبل المواطنين أو الأشخاص ولكن أنا بقول أنه لازم يكون في حل الناس الموجودة بالمقابر ناس ميتين فمش قدرين يأخذوا حقهم فمفرود الناس اللي عايشة على الأرض تقدر تأخذ حق هذول الأشخاص كرامة الميت لا كرامة الميت وهذا إحنا شيء أساسي نحافظ عليه يعني في خطط في خطط مستقبلية في يعني بتتحدثوا على هذا الموضوع بتحطوا هذا الموضوع ضمن اجتماعاتكم تتحدثوا فيه ولا بصراحة ولا أنه متروك على جنبه مركزين بأمور أخرى لو متروك على الجنب ما بنهتم فيها يعني ما هو صور بتقول أنه المزبوط للتقرير بيحكي أنه فيه عبث يعني ترجع للتقرير هي مش عملية نفايات هي عملية ضبط يعني المفروض التعاون قبل وزارة الأوقاف بتأمين حراس على هذه المقابل يكون حل التعاون يعني هاي الحملات البيئية أمالة العمال مش مقصرة فيها نهائيا بس الحملات عم بتكون فيها يعني المدة اللي عم بتصير فيها الحملات بين الحملة والأخرى مدة كتير طويلة أنا ما عم بحكي بس يعني إحنا اليوم عم نحكي عن المقابر موجودة بعمان ولكن صراحة يعني المقابر بشكل عام بمعظم أنحاء المملكة سيء جدا الاهتمام فيها يعني فيها عبث فيها كمية نفايات هائلة شكلها يعني صعب سيء يعني أنا بحكي لازم المواطن يتعاون معنا الحل الأول المواطن أنه يتعاون معنا ما يخذيها نفايات خلينا قبل ما المواطن يتعامل معنا خلينا نعمل حملة تنظيف لكل المقابر ما إحنا موجود يكونوا مرتبين كل أمورهم تمام ونبلش مع المواطن خطوة خطوة بس هلأ شو ما عمل المواطن هي يعني أصلا زي ما إحنا شفنا بالتقرير أصلا ظروفها سيئة أو أصلا فيها كمية هائلة من النفايات بعض المقابر ستروز هاي قديمة يعني مغلقة لا يجزد فيها وبالتالي هي كمان على خطتنا حتى المواقع المغلقة بالمقابر عليها دوريات باستمرار من الأمانة وتنظيفها بس يعني هي في مغلقة فيها أموات وفي ناس يجوا بزوروهم أصلا تمام وإحنا محافظين عليها يعني لغاية قبل سبوك هناك حملة في مقبرة بالنصر يمكن شفتي على المواقع الهيستروني والتواصل أنه إحنا كنا كانت أمانة عمال في حملة شاملة على المقابر والتهديمة يعني هذه الديمومة مسؤولية أمانة عمال تكون دائما نضيفة وبهية في المقابر في مدينة عمال نأخذ منك وعود للمرات الجاي للتصريق القادم نشكرك المدير التنفيذي للبيئة في أمانة عمال الكبرى المهندس محمد طيتي شكرا لألك يعطيك العافية شكرا لك